اهلا بكم مشاهدين العزاء في هذه الفقرة متابعة للمؤتمر الذي عقده مجموعة من القضاء المفصولين في مقر حزب غد الثورة للمطالبة بما اسموه تطهير الجهاز القضائي ممن اسموهم القضاء المتورطين في تزوير الانتخابات البرلمانية عامي 2005 و2010 وانتخابات رياسة في عام 2005 كما طلب القضاء المفصولون بإعادتهم لعملهم ووقف سلطة وزير العدل في إحالة القضاء لمجالس التأديم معي عبر الانترنت الحوار حول هذا الموضوع المستشار أحمد الجرحي رئيس ائتلاف القضاء الحر سيد المستشار أهلا بك معنا سيد المستشار بداية هذه المطالب الثلاثة نتحدث في كل مطلب على حدة أولا تطهير القضاء ماذا تقصدون بتطهير القضاء أو الساحة القضائية تسمح لي بس هبتدي القصة من عام 2005 احنا لما قمنا قضاة مصر الشرفاء بالاعتصام أمام نادي قضاة مصر لنعلن لمصر للعالم أجمع رفضنا لتزوير الانتخابات كان في هذا التوقيت المستشار ممدوح مرعي كان رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق عقد صفقة مع النظام السابق وهي الصفقة تزوير الانتخابات والمكافئة هيبقى وزيرا للعدل وهو تم بالفعل وزور الانتخابات والنظام كافئه وجابه وزير للعدل في الفترة قبل ما يتم تعيين وزيرا للعدل احنا اعتصمنا ورفضنا تعيين ممدوح مرعي وزيرا للعدل لأن ما ينفعش يكون وزير عدل مصر يبقى وزير مزور للانتخابات دي اول حاجة طبعا احنا امن الدولة كانت بتكتب تقارير في السيدة القضاء اللي مع النظام واللي ضد النظام ممدوح مرعي لما تولى وزيرا للعدل كالعامل كشف الاكثر من 3000 قاضي وركين نيابة اللي هما كانوا معارضين للنظام فبدأ ينف السياسة ممنهجة عن طريق التفتيش القضائي اللي هي الجهة المنوطة بالتحقيق مع اي قاضي التفتيش القضائي بالضبط كان عامل زي مباحث امن الدولة التفتيش القضائي ده يا جماعة كان القاضي بيمسل امام المفاتش القضائي اللي هو المستشار زميله بالضبط كده كان بيحتجز من 9 صباحا 12 بالليل القاضي اللي عنده القلب اللي عنده الكبد اللي عنده السكر كانوا بيمنعوه اللي هو ياخد الدورة كان يمنعوه يدخل دورة المياه الى حين ان يجبروه على تقديم استقالته ولو ما قدمش استقالته بيحلوه الى مجالس الصلاحية احنا في مجلسين للصلاحية اللي هم بعد التفتيش القضائي بالاحالة المجالس دي كانت مجالس ظلمة ومسيسة يعني نقول كانوا عاملين بارتوكول مع وزير العدل الاسبق ان اي قاضي او وكين نيابة بيحال الى مجالس الصلاحية يصدق على هذه الاحالة بدليل احنا كان معانا مستشار برضو زميل كان اخد حكم من دائرة طلبات رجال القضاء الجهة الاخيرة اللي بيمثل امامها القاضي الحكم ده ألغى اللي هي الدائرة 119 برئاسة مستشار جمعة نجدي الحكم ده ألغى حكم زميل للصلاحية ألغى قرار وزير العدل واعادته الى عمله بالقضاء ايه اللي حصل جي رئيس استئناف القاهرة المستشار الانتصار نسيم اللي كان بينفذ نفس السياسة الفزدة لوزير العدل حل الدائرة اللي حكمت بالحكم دوت يا جماعة حل الدائرة ولما اخد طائع عام اعلاميا وصحفيا تاني يوم رجع عن قرار حل الدائرة انا عايز اقول لساعتك احنا لدى القضاء والوكلاء النيابة اللي هم معتصمين ادلهم 15 يوم امام دار القضاء العالي من اوائل القضاء على محاكمهم من اوائل وكلاء النيابة في نيابتهم لكن نظام ممضوح مرعي اطفت بهم سيادة المستشار احمد الجرحي رئيس اتلاف القضاء الحر سيادة المستشار انت ذكرت ان انتم تم الحق الضرر بكم لانكم وقفتم ضد تزوير الانتخابات وبدأت المعركة بينكم وبين وزير العدل وبين نادي القضاء منذ هذا التاريخ في حين ان هناك ايضا قضاء يعني فعلوا ما فعلتم واقدموا على ما اقدمتم عليه من مواجهة تزوير الانتخابات بما يسمى طيار الاستقلال ولم يلحق بهم هذا الضرر كان مثلا المستشار الخضيري كان من المطالبين بالتحقيق مع 300 قاضي وكان من المواجهين لهذا التزوير في الانتخابات ولكن كثير منهم لم يلحق بهم هذا الضرر تمام الحمد لله اللي الصورة المجيدة دي قامت لاني لو ما كانتش الصورة دي قامت كان مازال ممدوح مرعي وزير العدل المصري وكان مازال ممدوح مرعي بينفذ نفس السياسة الفزدة للنظام السابق وكان بالفعل هيطلع معظم القضاء الشرفاء يا جماعة قضاء مصر الشرفاء لكن توجد مجموعة من بعض القضاء هم الذين أفسدوا الحياة القضائية في مصر نحن تقدمنا بالعديد من البلاغات في مكتب النائب العام عقب الصورة مباشرة في وزير العدل الأسبق وفي بعض المستشارين الحاليين الجلسين على منصة القضاء لكن كل هذه البلاغات حبيثت الأدراج حتى الآن لم يتم فيها أي شيء نعم طيب سيادة المستشار نادي القضاء ووزارة العدل أكدت أنه تم فصلكم وإصدار أحكام قضائية بفصلكم لأنكم ارتكبتم مخالفات وجرائم مسلكية هذا الكلام غير صحيح أنا اللي بيني وبيني رأيي العام وهسيب الحكم لمحكمة الشعب أنا مثلا حضرتك في بعض القضاء اللي معانا طالعين في مشاكل عائلية مشاكل تجارية في حين أننا لدينا مستندات همة وخطيرة لقضاء حاليين جلسين على منصة القضاء في قضايا فساد بس لمجرد اللي هو اللي والده مستشار اللي قريب ووزير طبعا هم أبقوا عليه واكتفوا اللي هم ادوله تنبيه أنا عايز أقول لسيادتك أنا قدامي حاليا ثلاث ملفات من بعض الملفات اللي احنا جمعناها من قضاء حاليين وجلسين على منصة القضاء منهم قاضي طالع في رشوة جنسية اتحكم عليه بعشر سنين سجن دخل قضاء في السجن سنة كاملة بعد كده عشان والده كان رئيس محكمة جنيان صديق للمجلس الأعلى للقضاء ادوله براءة تقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء المجلس الأعلى كفقوا اجعوا واخل له محامي عام أول وكفقوا كمان طلعوه على لدبي كل هذه مستندات أمامي حتى الآن وقاضي آخر محل لجان الصلاحية اللي احنا مسؤولنا أمامها تعاطي مخدرات استغلال نفوز وسطته طيب طيب مستشار أحمد الجرحي يعني إذا كان من حق وزير العدل أن يحيل أي قاضي للمحكمة التأديبية وهذا ما تعترضون عليه فهذا يخوله له القانون ولكن من يتولى التحقيق معكم هو مجلس قضائي مشكل من أقدم المستشارين والقضاء فهل أنتم بذلك تشككونا في هذه المجالس التي كانت تحقق معكم من القضاء الأقدمين المخدرمين ودي حقيقة فندم بدليل اللي المجالس اللي احنا مجالس الصلاحية اللي احنا مسلنا أمامها طبعا دي مجالس ظلمة ومسياسة بدليل هي هي اللي ادت الأحكام للقاضي اللي طالع مثلا في مخدرات ولا طالع في استغلال نفوس ورشوة هما هما اللي ادوا الأحكام للقضاء اللي طالعين في مشاكل عائلية يعني مثلا عندك المستشار أبو بكر الهلالي رئيس مجلس التأديب الأول المستشار أبو بكر الهلالي ابنه كان قاضي وطلع في قضية مخدرات المستشار أبو بكر الهلالي النظام كفءه بعد ما خلص خدمته في القضاء أرجو عدم ذكر أسماء لأن في الحقيقة يعني ربما لا نستطيع التوصل إلى هذا الطرف الذي تتحدث عنه يعني أرجو أن يكون الكلام في العموم لأن ربما لا نستطيع أن نحفظ حق الرد لمن تتحدث عنهم تفضل سيادة المستشار ماشي ماشي رئيس أنا ما فيش مشكلة لأي مواجهة مع أي مستشار يعمل معايا مدخلة بالأحكام اللي معايا للقضاء الحاليين الموجودين والقضاء اللي طلعوا المستشار رئيس محكمة النقد الأسبق ده بعد ما نفذ سياسة الفزدة لوزير العدل الأسبق طبعا عينوه نائب رئيس منظمة حقوق الإنسان وعينوه حرموه أو زوجته عضوه في مجلس الشورى مستشار آخر كان ماسك مدير التفتيش القضائي اللي هو كان بيتبح في القضاء النظام كافؤه عينوه عضوه في مجلس الشعب ومسكوه رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب كل دي مكافئات عشان كانوا بينفزوا سياسة توريس جمال مبارك سياسة المستشار أحمد الجرحي لا يمكن أن يكون جمال مبارك طيب سياسة المستشار أنت الآن تدافع عن هذا الاتهام الذي وجهه إليكم نادي القضاءات ووزارة العدل لأنكم تم فصلكم بناء على تحقيق من مجلس تأديب مشكل من قضاء مخضرمين وتم صدور أحكام بفصلكم لارتكابكم جرائم مسلكية على حد قول القانون ومخالفات يعني أنتم الآن تدافعون بالهجوم على الآخرين أو على ساحة القضاء بأنها لابد أن تطهر لماذا لا تدافعون أنتم عن قضيتكم التي اتهمتم فيها يعني لماذا لا ترد هذه الاتهامات بأدلة وثبوتات تثبت أنكم على حق السؤال طبعا جميل جدا إحنا حصل الكلام ده بالفعل اللي إحنا دفعنا عن أنفسنا لكن هندفع أمام من سيد الفاضل أمام القاضي الذي لفق لزميله تهم عشان يحيله من الهيئة القضائية يعني أنا عايز أقول ساعتك قادي تقرير صادر من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الحالي وتقرير آخر صادر من سيادة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق اللي اتنين اجتمعوا على أن القضاء في عهد ممضوح مرعي زبحوا بدون سكين أن القضاء مورس عليهم أعمال إرهاب في التفتيش القضائي لإجبارهم على تقديم استقالاتهم أن القضاء كانوا يعاملون كعوتات المجرمين في التفتيش القضائي وهذا تقرير مش كلامي ده كلام المستشار أحمد الزند وكلام المستشار زكريا عبد العزيز إلى من نلجأ عشان ناخد حقنا إذا كان القائمين عن العدالة في مصر الآن هم هم من نظام السابق حضرتك نعم لكن استطاع كثير أيضا من الأصوات القضائية المستقلة يعني أن هي تفرد وتوصل صوتها يعني القضاء الآن أعتقد إذا قدمتم أوراقكم لابد أن تسر التحقيقات في سيرها الطبيعي القانوني حتى لو كان هناك وزير عدل أو نائب عام أنتم تعترضون عليه إحنا التجأنا بعد 11 شهر هون بعد الصورة المجيدة طرقنا كل السبل تقابلنا مع سيادة المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق سيادته في أول يوم تولى فيه الوزارة اجتمعنا به أكثر من 120 قاضي وقال لنا أنا عارف اللي أنتوا تظلمتوا وأنا جيت هنا عشان أدي كل قاضي حقه وأنا هشكل لجنتين من أقدم نواب محكمة النقد لفحص الملفات أعدنا على هذا الكلام لمدة 6 أشهر سيد الفاضل طبعا كلها وعود زائفة ولم يتم أي شيء حتى الآن لدرجة أننا اعتصمنا في شهر رمضان في مكتب وزير العدل بعد 6 أشهر عندما رفض أن يلتقي بنا اعتصمنا اتصل بالشرطة العسكرية بلغهم اللي فيه بلطاجية اقتحموا مكتب وزير العدل ومسلحين فجئنا بزباط الشرطة العسكرية والجنود طالعين عشان يتعاملوا مع البلطاجية أنا فتحت الأسانسير للسيادة المقدم فبيقول لي فين البلطاجية قلت له إحنا البلطاجية اللي هو بيتكلم عليهم قال لي إزاي فأنا شرحت له الوضع كله طلبتكم إيه؟ قلنا له إحنا عايزين نلتقي بالمجلس العسكري وفعلا إحنا تقابلنا مع سيادة اللواء ممدوح شهين اللي هم القضاء اللي اتدبح وفعص ممدوح لعي سيدي المدى تبحثون عن هذه اللقاءات يعني هذه اللقاءات وأنت رجل القضاء يعني هذه اللقاءات ليس لها أي جدوى كما يقول المؤيدون لموقف نادي القضاءة ووزارة العدل إنكم لا يمكن أن تعودوا إلى عملكم إلا بإحكام قضائية جديدة لا يمتلك وزير العدل نفسه أن يعيدكم بقرار من قبله إلى ساحة العمل ولا حتى المجلس العسكري أو غيره سيدي الفاضل لا أستاذن حضرتك إحنا تعتبر مسبحة قضاء ثانية المسبحة الأولى تمت في سنة 69 في عهد جمال عبد الناصر جيز زعيم أنور السادات ترجحهم بقرار جمهوري المجلس العسكري هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية ممكن أن يصدر مرسوم بقانون بعودة القضاء ووكلاء النيابة الذين زبحوا في عصر ممدوح مرعي سيدي الفاضل نحن معنا أحكام قضائية مهمة وأحكام تخص بعض قضاء فاسدين ما زالوا موجودين على منصة القضاء حتى الآن إحنا كلنا مستعدين ملفاتنا موجودة وملفات قضاء دولا موجودين تشكل لجنة قضائية محيدة بعيدة عن وزارة العدل وبعيدة عن محكمة النار لأن التفتيش القضائية هو اللي دبحنا هو اللي بيفحص حالتنا الآن إحنا مختصمين التفتيش القضائية ونشوف مين القاضي الفاسد ومين القاضي اللي بيش فاسد الأوراق بيننا وهي اللي تحكم وأنا هسيب الحكم لمحكمة الشعب نعم طيب هننتقل إلى المطالب الأخرى لما أطلقتم عليه تطهير ساحة القضاء تمام حضرت طبعا سيادتك ذكرت للمستشار محمود الخضير كان أعلن عن 300 اسم من القضاء الذين ساهموا في تزوير الانتخابات إذا كان في عام 2005 أو في عام 2010 إحنا تقدمنا ببلاغ في مكتب النائب العام ضد هؤلاء القضاء وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء وكذلك تقدمنا ببلاغ ضد وزير العدل اللي هو أساس التزوير في الانتخابات أنا عايز أسأل سؤال لماذا لم يحاكم ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق حتى الآن إذا كان رئيس مصر السابق بيحاكم فلماذا لم يحاكم ممدوح مرعي ولماذا لم يحاكم القضاء الذين ضوروا انتخابات 2005 و2010 لصالح من نعم وماذا عن النائب العام كنتم تقدنتم أيضا بطلب يعني يشمل تطهير ساحة القضاء بضرورة عزل النائب العام تمام حضرتك لأنني أنا النائب العام يعني المفروض موقفه يتغير بعض الصورة المفروض أن جميع المحاكمات التي تحدث على الساحة في مصر المحاكمات يعني أنا شايف اللي هي فيها تسويف أنا شايف أن المحاكمات ديت محاكمات غير صحيحة كقاضي لأن لو أي قاضي عادل ممكن يحكم في جلساه يعني الحكم اللي اتاخد بتاع السيدة زينب ببراءة الزباط يعني أنا لا تعليق على هذا لا تعليق لا يجب أن تعلق يعني ماذا تعني لا تعليق يعني القاضي يعمل بما لديه من أوراق وأدلة وإثبتات أنت بذلك تديني القضاء الحالي أيضا لا أنا حضرتك اللي أنا أمتلكه أنا وزميلي اللي هما اتدبحوا معانا بالفعل وأنا هسيب في القناة ملف كامل لبعض القضاء الحاليين الذين سعوا في القضاء فسادا أنا جايب بحاجات بسيطة كده هسيبها بجانب الملفات اللي معانا ودي بتثبت اللي فعلا يا جماعة لسه ما زال يوجد بعض القضاء اللي هما مسكين عليهم أدلة فساد نعم ما هي السلطات التي يخولها القانون لوزير العدل يعني بما يعني دفعكم لضرورة المطالبة بأن سلطات وزير العدل تقلص وأيضا يعني يتم اختيار وزير العدل آخر ويتم الفصل بين الجهة التنفيذية وبين الساحة القضائية طبعا احنا كنا بننادي قبل الثورة بعدم تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل وهو ممثل السلطة التنفيذية هذا خطأ دستوري قاتل لأن وزير العدل الأسبق منضوح مرعي خلى كل شؤون القضاء في يده حتى يتحكم في القضاء عشان بينفذ سياسة ممنهجة تمهيدا لتوريس جمال مبارك فطبعا تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل خطأ قانوني قاتل حضرتك أشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار أحمد الجرحي رئيس إطلاف القضاة الحر وكنا في الحقيقة نسعى لاستضافة طرف آخر من نادي القضاء ومن وزارة العدل للرد على هذا الكلام من قبل القضاة المفصولين والذي مثله في هذه الحلقة المستشار أحمد الجرحي رئيس إطلاف القضاة الحر ولكن لم نستطع في الحقيقة التوصل إليهم شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة